حتى يتبين لهم أنه الحق للمرة الأولى تأتي اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية لتشهد أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلمة الله تبارك وتعالى اليوم سأتأمل معكم فعل القسم في القرآن دائما يأتي بصيغة لا لا أقسم وهنا ملمح لغوي رائع جدا أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسم لنا ليس بحاجة أن يقسم أنه على حق وهو خالق الكون لذلك جاءت كلمة أقسم دائما وقبلها لا لا أقسم دائما لا أقسم فلا أقسم لا أقسم وهكذا في القرآن كله أيها الأحبة ليقول لك إن هذا الخالق العظيم مستغني عن القسم وليس بحاجة للقسم ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بك أيها الإنسان ورحمته بك أيها الملحد تحديدا أنه لو كان هناك قسم لكان هذا القسم يعني مثلا عندما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا القسم وراءه معجزة كبرى أنه لا يستطيع أحد أن يحدد مواقع النجوم لأن الموقع الحقيقي للنجوم لا نستطيع أن نراه بأعيوننا لأن أقرب نجم لنا يبعد بحدود أربع فاصل ثلاثة سنة ضوئية يعني إذا انفجر هذا النجم اليوم لن نرى انفجاره إلا بعد مرور أربع فاصل ثلاثة سنة المدة التي يقطعها الضوء حتى يصل إلى الأرض لذلك هذا قسم عظيم النبي لم يكن يعلم طبعا الله علمه كل شيء ولكن ثقافة الناس في ذلك الزمن لم يكنوا يعلمون أن النجوم لها حركة محددة وأن الضوء ينتقل بسرعة محددة هي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية تقريبا وأن أي شيء في الكون يحدث يجب أن يمر زمن كبير حتى نراه هو المدة التي يقطعها الضوء ليصل إلينا إذن أيها الأحبة هذا القسم العظيم الله يقول لك أنا لست بحاجة أن أقسم ولكن لو كان هناك قسم لكان هذا القسم لذلك دائما استخدم الله كلمة لا أقسم بالله هنا الذي لفت انتباهي وجود نظام وبناء عدد وراء هذه الآيات دقيقوا معي أيها الأحبة كلمة أقسم في القرآن تكررت ثمان مرات كلمة أقسم تكررت ثمان مرات ودائما بصيغة لا لا أقسم دعوني أتأمل معكم هذه الآيات الآية الأولى فلا أقسم بمواقع النجوم الآية الثانية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وهذه آية تشير إلى أن ما نبصره أقل بكثير مما لا نبصره العلماء يقولون إننا نبصر فقط واحد بالمئة من الكون وتسعة وتسعين بالمئة هي أشياء إما نجوم خافتة لا ترى وإما مادة مظلمة وطاقة مظلمة سبحان الله لذلك القرآن نبه إلى هذه الحقيقة الآية الثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون وبالفعل اكتشف أن هناك عددا من المشارق والمغارب هناك كواكب تدور حول كوكب يدور حول الثلاثة شموس مثلا تحدثنا عنه وله مشارق ومغارب متعددة الآية الرابعة لا أقسم بيوم القيامة الآية الخامسة ولا أقسم بالنفس اللوامة الآية السادسة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وهذه آية تدل على الثقوب السوداء فيها إعجاز سبحان الله كل الآيات التي فيها لا أقسم وراءها معجزة الآية السابعة فلا أقسم بالشفق والليل وموسق وقلنا أهمية ظاهرة الشفق لحمايتنا أيها الأحبة الشفق القطبي يحمينا من شر الرياح الشمسية القاتلة طبعا هذا بحث طويل وهنا الآية الأخيرة لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد إذن لدينا ثماني آيات المعجزة الآن التي أود أن أذكرها لكم أيها الأحبة أن أرقام هذه الآيات فيها بناء عدد محكم يقوم على الرقم سبعة إذن هذه الآيات الثمانية التي فيها لا أقسم هي جزء من المنظومة السباعية في القرآن العظيم نحاول أن نكتشف هذا السر دققوا معي أحبتي في الله لنكتب أرقام الآيات الثمانية التي ورد فيها فعل القسم الآية الأولى رقمها خمسة وسبعين الآية الثانية ثمانة وثلاثين الآية الثالثة أربعين ثم الآية الرابعة واحد الآية الخامسة اثنين الآية السادسة خمستاش السابعة ستعاش ثامنة واحد طبعا أرقام الآيات هنا أيها الأحبة هنا هذه أرقام الآيات الآن العمل الذي قمنا به أننا قمنا بصف هذه الأرقام حسب المنهج الذي نسير عليه في صف الأرقام لأن المنظومة العددية السباعية أيها الأحبة تقوم على منهج ثابت هو أنك تأخذ الأرقام وتصفها بجانب بعضها حسب تسلسلها وترتيبها في القرآن وسوف تجد دائما دائما أعدادا من مضاعفات العدد السبع دائما تجد هذه تتكرر في القرآن كله سبحان الله مع الكلمات والحروف والآيات والسوار وغير ذلك الآن عندما نصف أرقام الآيات خمسة وسبعين ثمانة وثلاثين أربعين واحد اثنين خمسة عشر ستعاش واحد يتشكل لدينا هذا العدد هذا العدد أيها الأحبة هو التريليون ومئة وواحد وستون بليون وخمسمائة وواحد وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وثماني مئة وخمسة وسبعون رقم كبير جدا هذا العدد من مضاعفات العدد السبع يقبل قسمة على سبعة من دون باقي والناتج هو عدد صحيح كما نرى ليس له فواصل أو كسور سبحان الله يعني الله عندما رتب هذه الآيات التي فيها لا أقسم فعل القسم جاء أرقام هذه الآيات مصفوفة من مضاعفات العدد السبع طيب ما الذي يضمن لي أن هذا ليس من قبيل المصادفة انظروا أيها الأحبة رقم الآية الأولى نحن أمام سلسلة من الآيات ثماني آيات لو أخذنا رقم الآية الأولى مع الأخيرة نجد عددا من مضاعفات السبع وأخذنا رقم الآية الثانية مع قبل الأخيرة نجد مضاعفات السبع والثالثة مع قبل الأخيرة أيضا مضاعفات السبع والآية الرابعة والخامسة في المنتصف مضاعفات السبع نحن أمام شبكة معقدة انظروا معي أيها الأحبة الآية الأولى رقمها خمسة وسبعين والآية الثامنة واحد أصبح لدينا عدد 175 هذا هو من مضاعفات العدد 7 يساوي 7 في 5 في 5 طيب الآية الثامنة أو الثانية عفوا مع الآية السابعة الآية الثانية مع الآية السابعة نجد الآية الثانية رقمها 38 والسابعة 16 يعني نأخذ آية آية الأولى والأخيرة ثم الثانية مع السابعة الثالثة مع السادسة الرابعة مع الخامسة وهكذا نجد عددا هو 1638 أيضا مضاعفات السبعة طيب دعونا نذهب للآية الثالثة والسادسة الآية الثالثة رقمها 40 والآية السادسة 15 أصبح لدينا عدد 1540 يساوي 7 في 220 أيضا أرقام الآية الرابعة والخامسة الرابعة رقمها 1 والخامسة 2 يتشكل لدينا عدد من مصفوف هذين العددين هو 21 يساوي 7 في 3 سبحان الله والله أيها الأحبة يعني هذه هذه الأرقام يعني هل جاءت بالمصادفة؟ يعني هل يمكن أن نجد أن أرقام الآيات الثمانية عندما نقوم بصفها تعطينا عددا مضاعفات السبعة وعندما نصف الأولى مع الأخيرة والثانية مع التي قبلها والثالثة مع التي قبل قبلها وهكذا يعني نحن أمام شبكة متناسقة من الأرقام وكلها بناء كله يقوم على الرقم سبعة هذا يشهد على أن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي خلق السماوات السبع وقال في هذا القرآن إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فهذا النظام الرقمي هو بمثابة شفرة تستطيع من خلالها أيها الإنسان المشكك أو الملحد تستطيع من خلال هذه الشفرة الرقمية أن تتأكد أن هذا القرآن سليم وصلنا كما أنزله الله عز وجل على قلب حبيبنا محمد وأن الله حفظه إلى يوم القيامة لا نملك والله أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله لأن الله أمرنا بذلك كلما رأينا آية يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته